نتنياهو الأول قال إن أجلسة الأمن عندي والمخابرات فشلة إن أجلسة الأمن والمخابرات ما نبقونيش ونبهوني وتنبقوا بأحداث 7 أكتوبر عايز يخسل إيده فرغمتهم معنامين على أجلسة الاستخبارات والموساد والشباك ومعرفش إيه الأشكال دي طبعاً هذا الكلام اللي قاله كتبه على تويتر على إكس صح يا سروت؟ كتبه على إكس وبعدين طبعاً بسرعة دينة قلبت عليه هو كتب هذا الكلام والدينة قلبت عليه طبعاً عمل التغريدة وطبعاً آه قال التغريدة بتاعت نتنياهو بيقول يعني خلاصة القول يعني بنيمين نتنياهو بيقول إنه الأجلسة الاستخبارات فشلة ومحدش نبهه ومحدش سعده والشباك والناس دي أصلاً مش شايفين شغلها كويس اللي هم دول مش عايزين أنجح ومش عايزين وده يعني اتهمهم بالتقصير والخيانة بسرعة هاتسروا بسرعة أول ما قال هذا الكلام حصل إيه؟ حصل انتقادات لازعة لبنيمين نتنياهو وقال إنه قاله إنه هو يعني بيلعب نار أهو بسبب تغريدة نتنياهو تحديد مسئولية الإخفاق في التصدي لهجوم حماس يعود إلى الواجهة بإسرائيل تدعوهم بيرجع على هذا كلام تاني زي ما بتقول يورو نيوز بدأ رئيس الوزراء الإسرائيل السابق وزير الخارجية وزير الدفاع لبرمان وكله يهاجم نتنياهو على أساس إنه هو بيكسر ويشق الجبهة الداخلية الإسرائيلية قال له يا راجل اعقل أنت مجنون هو ده وقته هو ده وقت عتاب هو ده وقت إلقاء تهم هو ده وقت إنه أنت تحبط جهاز المساد والشباك والمخابرات الإسرائيلية وتقولوا أنهما فشلة بسرعة الضغوط العنيفة والشديدة والشاملة والمتنوعة على بن يمين نتنياهو بسرعة راح كتب تغريدة جديدة وربما ألغى أو حزف التغريدة السابقة وقال إنه أنا غلط أنا غلطان أنا بعتذر ما كان يجب علي أن أكتب هذا الانتقاد لأجهزة الأمن والمخابرات دول شركائي ودول ناس شايفين شغلهم وأنا هدعمهم كل الدعم أهو طبعا نتنياهو يا عم أنتو بتشغلوا معي ولا علي بس أنا مش عارف والله مش عارف والله أنتو زي نتنياهو يا جماعة يا جماعة تولي يا جماعة مش معقول كده هاتلي التغريدة بتاعت نتنياهو التانية من فضلك نتنياهو قال أنا غلطان أنا غلط أنا مش شايف شغلي أنا مش شايف شغلي وأنا آسف أنا يعني غلط في هذا هذه التغريدة غلط في هذا كلام فبالتالي أنا يعني كل الدعم للأجهزة وكل الدعم للناس اللي شغالين معايا وأنا يبدو أن أنا يعني عصبي وغلط ده بيعكس يا جماعة بيعكس حالة الاهتراء داخل المجتمع الإسرائيلي وحالة الفوضى العارمة داخل النخبة الحاكمة في إسرائيل لما يطلع رئيس الوزراء اللي هو المسؤول السياسي الأول يتهم أجهزته بالجيش بالمخابرات بالأمن بكله أنه ما فشله أعتقد ده انهيار واضح داخل إسرائيل لكنه في عقلاء طبعا موجودين قالوا أنه يجب أنه تعتذر فالراجل يعتذر ده أول يعني انعكاس اللي بيحصل هو عصبي جدا شتم أجهزته انتقد أجهزته اتهم أجهزته لكن هو بيشعر أنه نهايته السياسية قد حانت أو انتهى بالفعل وربما يبحث عن مخرج هو طلع فوق الشجرة هو طلع وعايز حد ينزله هو طلع وعايز حد ينزله هو خلاص ساعد 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 دلوقتي محتاج أنه ينزل بأي شيء فبينتقدوا يعني من الآخر باللغة البلد بتاعتنا بيخبط بتنياهو بيخبط